نروح لمصار العائلة المقدسة ومن يناير أنا الحقيقة ببدأ بالفترة اللي هي مؤخرا من شهر يناير وتطوير مصار العائلة المقدسة وبدأت الافتتاحات يعني كل منطقة بيتم تطويرها بالكامل بيتم بقى افتتاحها وفتحها أمام الزائرين أو السائحين دكتور خالد العناني وزير السيحة والأثار لواء محمود شعراء وزير التنمية المحلية واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وزيارة لمحافظة كفر الشيخ زيارة كنيسة العدرة مريم بسخة بمحافظة كفر الشيخ باعتبار أن دي النقطة التانية اللي تم تطويرها من مصار العائلة المقدسة بعد سمنود في المرحلة الأولى وفي شهر يناير تم افتتاح كنيسة القديسة برضو العدرة مريم في سمنود محافظة الغربية ودي كانت النقطة الأولى حاجة جميلة جدا ونحن بنتكلم عن مصار العائلة المقدسة والحياة كنا في انتظار ده لسنوات طويلة جدا يتم الاهتمام بالمصار ده واعتماده كمان بشكل رسمي يعني أعتقد أن دي هتبقى طفرة ونقلة فيه حتى السياحة في مجال السياحة واستقبال السائحين من كل دول العالم لكن الحاجة الحلوة والإيجابية اللي احنا بنتكلم على المرحلة التانية أو النقطة التانية التطوير ده بيتم إزاي أن احنا بنراعي الجو والعين بتاع المكان وإحنا بنطوره هنكون فيه علامات أو ده اللي حصل فعلا في النقطة الأولى والتانية ونشوفه كمان في باقي النقاط لغاية مصار العائلة المقدسة بالكامل لوحات الإرشادية اللي بتكون موجودة في المكان واللي بتحكي كمان تاريخ المكان المكان اللي بيعوضوا فيه الزائرين الاستراحات يعني هعوض على كرسي ده أو تندة كده في المكان اللي بارد ده بقى شكلها إيه؟ معمولة من الحجر معمولة من الخشب مظلات معمولة من الخشب الحاجات دي بتناسب أو ماشية مع الأجواء العامة للمكان وماشية مع الطابع بتاع المكان وماشية مع الروح بتاع المكان طيب الراكنة بقى والعربيات وطبسات السياحية كل ده كان يركن فيه كل ده كان بيعمل زحمة وحالة من عدم الانتظام فيه أوقات الزيارة بقى فيه أماكن دلوقتي مقصصة لانتظار السيارات الدنيا ليل وفيه أماكن ما كانتش بتبقى من وراء وتحس أنها حاجة مهجورة بقى فيه إنارة وإضاءة ليل ونهار المنطقة دي بتبقى من وراء اللي بيتم. يعني بمعنى أنك بتقول المنطقة دي أو النقطة دي تم تطويرها بنسبة 100% وإن شاء الله يتم تطوير كل النقاط الخاصة بمساري العائلة المقدسة.